السلام عليكم صباح الخير مساء النار صلى على النبي محمد عليها أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا إن شاء الله يلقاكم الفيديو في أتم صحة و العفية بإذن الله طبعا وصفتنا اليوم غريبة باللوز كتجي والأروع طبعا الحلوة من الحلويات اللي سهلة وسريعة واقتصادية بدون بيد كتجي بنينة مقرمشة من داخل هشة من برة طبعا مع جميع الأسرار لتنجح معكم وتعطيكم هذه التشققات اللي فوق ما شاء الله ركا تجيب ولا أروع وتنجح معكم من أول تجربة بالأخص المبتدئات تبع الفيديو الأخير بس تفيدوا أكثر إلا كنتوا من المرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة وصفات لديدة بيفود بصح فضل ونساء أمرا إلا عجبكم فيديو دعموا باللايك أو عجاب فيديو ونشترك في القناة مع تفعز الجرس حكذا بشتوصلوا بجميع الوصفات إن شاء الله ما نطولش عليكم أخواتي نخليكم مع تركات تحضير فورجة ممتعة ونبدأ ببسم الله على بركة الله بالنسبة لأول حاجة هنا كنحتاجون الزبدة أنا استعملت الزبدة من أصل حيواني ممكن تستعملوا حتى الزبدة العلاب استعملت 200 جرام من الزبدة كل صباح كيوزن عندي 100 جرام يعني 100 جرام 100 جرام 100 جرام 100 جرام هنا كنضيف ساشي بتاعت فانيلا لأن العلبة عندي صغير فضفت اثنين كنضيف ساشي واحد بتاع فانيلا عندي كذلك كأس من اللوز اللي كنكون حمرته في المقلات وطحنته بالقشر بتاعه حتى يبقلينا بهات الشكل هذا هذا بشكي يعطينا واحد المذاقة رائع وقرماشة رائعة لهذا الحلوات هذه كنضيف كأس منه سكر الخاشين أي سكر ساندة ودائما المقاس ديال اللوز أو سكر مقاس كأس العنبة فهنا أخواتي كنخدم المكونات كلها مع بعديتها وضروري من الأحسن الزبدة تكون بدرجة حالة الغرفة هكذا بشكل سهل لكم أنكم تخدموها وبالنسبة الزبدة أخواتي ممكن تستعملوا الزبدة العلاب الزبدة المارغارين اللي متوفر عندكم فمن الأحسن أنا استعملت الزبدة ديال حيوانية هكذا كنت تعطي واحد مدىك رائع جدا لهذا الحلوات هذه فأنا من بعد ما نخدموها جيدا كنت تحصلوا على واحد القوة تيكلنا كريمي بهذا الشكل هذا مباشرة أخواتي كنضيف كأس إلا ربع من الزيت إذا استعملت زبدة ديال العلاب فكنت استعملوا كأس كامل أو الزبدة مارغارين كنت استعملوا كأس كامل من الزيت إذا استعملت الزبدة ديال هاد الحيوانية فاركت تضيفوا كأس إلا ربع من الزيت فبنفس الطريقة أخواتي كنخدم المكونات كلها مع بعضيته وكندخل هذه المكونات جيدا بالأخص الزيت في الزبدة فكتتحصلوا على قوة كريمي أكتر بهذا الشكل هذا فمن بعد مخدمنا المكونات كلها جيدا مع بعضيتها فكنضيف الدقيق الرطب متعدد لإستعمالات أي الفورس كنضيف معها 2 صاشي من بيكي بودر أي خمالات الحلويات بوزن 7 جرام 7 جرام المجموع 14 جرام فانا كندخل الدقيق غير بالتدريج وكلم العجنة غير بالأصبوع بتاع الإيد بتاعنا بالنسبة لكمية ديال الدقيق أخواتي فهياخد معكم من 350 جرام حتى الـ 400 جرام من الدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق اللي متوفرة عندكم كيلي كيتشرب بسرعة وكيلا فاللي ما عرفتش أخواتي بالوزن ركتضيف بالكووس ديال كأس العنبا اللي خدمنا بيهم السكر واللوز تضيف ثلاث كؤوس ونصف حتى الـ 4 كؤوس أو تضيفي على حسب عينك ميزانك حتى تحصلوا على واحد العجنة بهذه الشكلة هي عجنة كتجيكم شوية مرملة ولكن في النفس الوقس ركتجماليكم بكل سهولة فانا ما كان عجنوش العجنة غير كلموا العجنة بتاعنا كيفما كانتشوف معايا أخواتي في الصورة يعني غير كلم العجنة بتاعنا كانتجمعها بشوية بشوية حتى تجمالينا كلها أنا ما بغلش نقطع لكم الفيديو نسرعوا من الأحسن ومهم تشوفوا خطوة بخطوة ديال العجنة سافي أخواتي كيفما كانتشوف معايا العجنة تحسن عليها طرية في نفس الوقت وعجنة كتبقى لكتباليكم ركتجماليكم 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 بكل سهولة كتتكور لكم بكل سهولة يعني عجنة عملية مئة في مئة ما قادر عطيتها لكم مضبوطة ما شاء الله مئة في مئة فانا أخواتي مباشرة درستى التشكيل بتاعها كاننا نهز على كمية وممكن توزنها بالجرام من 28 و 29 أنا استعملت عيني ميزاني تكونها كبيرة غير ما تكبروها كما تشوفوا معي في الصورة أستعمل عيني ميزاني أجنة كلها قد بها كما قلت لكم ممكن توزنها 28 و 29 فانا كان نهز على كمية وكننكورها في الإيد ونضعها في نفس الاناء اللي خدمت فيه او القصرية ما تضعوهاش في الصينية دليل فرن لان ما زال غادي نزينوها ان شاء الله فكيف ما كتشوف معي اخواتي العجينة كتبلكم كتفرتت ولكن في نفس الوقت عاجينة عملية مئة في مئة يعني كل ما كتشكلها في ايد بتاعكم جيبوها من هاد ال ايد لهاد ايد ركتشكل لكم بكل سهولة لشكل كويرات بهذا سفي اخواتي مقادة بنفس الطريقة حتى كنت لهم كلهم ان شاء الله فهنا من بعد ما كبرتهم كاملين بهذا الشكل كيفما قلت لكم تخليوها في نفس الاناء اللي خدمتو فيه هنا كنحتاجو سكر غلاسي او سكر بودرة من الاحسن يكون سبيسيال هكذا بشكي جينا الحلوة جميلة وما كتدبس لنا في نفس الوقت في الحلوة فهنا كناخد العجينة او الكويرات اللي استعملناهم فكننغطسهم في سكر غلاسي وكنحاول نضغط عليها حاجة خفيفة هكذا كننزلها غير شوية وكنن نبسح الرأس بتاعك في ما كنتشوف العملية بتاعها مهم السكر غلاسي يشد فيها بهذه الشكلة هذا سافي كننقل تبتها مزيال وكنحاول نضغط عليها شوية كده باش كتبسط معنا تحتاجنا دكت الشكل ديالت بسيطة لانها ما زال كتتفرض رأسها في الفورم صافي هذا ما كان اخواتي يعني حلوة سهلة بسيطة وسريعة في التحذير فهنا مباشرة كنحطها في الصينية لاني مفرش لها ورقة زبدة ضرور من ورقة زبدة من كنحطها في الصينية كننقل نغرس فيها اللوز بهذه الشكلة حاولوا تضغط عليها غير شوية غير بالخف باش الحلوة ما تفرتش معكم في الصينية لانها اصلا هي هشيشة فإلا تقسمت معكم شوية في الجواني براك تحاولوا تجمعها بالأصابيع بتاع الايد بتاعكم هكذا شوية كما تشوفوا امو وضح في الفيديو فكلما كان نغرس اللوزة كنحن نغرسها شوية مزيان باش كتثبت لنا في الحلوة صافي كنت تحصلوا لعبات شكلادرة ما شاء الله رأس سهلة وعملية صافي هنا من بعد ما غرسنا فيها اللوز طريقة ديال الطهي اللي مهمة جدا باش تحصلوا على دكت الشققات للفوق فضراري كنت تدخلوها للفرن اللي يكون سخون قبل على درجة حرارة 150 سيكون سخون جدا كنت تفتح عليها من الفوق حتى تشقيق معنا وتعطينا كلهم محمرة ومن بعد نفتح عليها من التحت ونقفل الفوق كنت تفتح عليها الفوق تجعلوها تشقيق ومن بعد تفتح عليها من التحت ويتحصل عليها بشكلة داحتة سكر وكتعطها شكولي جميل ومن بعد تخرجوها من الفرن لا تقصوها شبتة لانها كتفرتت رطبها بزاف وكتفرتت لكم خلي واحدها كتبرد وقدموها بأفصحة وعفية لكم كانت تحصل عليها أخواتي بهذه الشكلة دا ما شاء الله حلوة رائعة جميلة وبنينة بزاف كتكتر بالبنة وما تشبعوش مننا صدقوني مع قهوة العشية للطيوف لأفرحكم را ما شاء الله كتحمر الوجهة أنا معليين لنقل لكم جربوها وانتو ما تكتشفوا المضاقة بتاعها ان شاء الله كاتهب بل تمنى حبيبتي وأخواتي وصديقتي الغالية هذا الفيديو نار رضاء والسلامتكم أكيد إن شاء الله دخلكم في أمان الله وحفظه دمتم بألف خير إلى فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته